اليوم ان شاء الله هننقل اخر اربع خلايا في داخل المنحل لمسافة حوالي تمانين متر طبعا هذه المودة الشوب نحطها على بوابات الخلايا علشان النحل يدخل الى الداخل وما يزعجنا خلال عملية اللي النقل كل الخلايا نضع عليها هذه المادة مع انه اليوم هوا وما في خلايا خارج ولكن من باب الحرصة والاحتياط هنبدأ طبعا اصحب هذو الخلايا ووضعها على العربية هذه خلية ثانية ايضا نقولها للموقع الجديد حنخلي التصوير مستمر وحنشوف مع بعض المكان اللي حننقله الخلايا علشان نشوف المسافة انها داخل نفس المنحل طبعا هذه الدفعة الثالثة اللي ننقل فيها الخلايا كل دفعة تقريبا تستقرق ثلاثة ايام الآن المتجهين للموقع الجديد في نفس الموقع على مسافة حوالي ثمانين متر او سبعين متر طبعا بمجرد ما نوصل للموقع هنبدأ بتغطية الخلايا من الامام وهذه عملية مهمة جدا علشان النحل الصباح لما نيجي طالع هيلاقي في تغير عنده وما يقدر يطير بشكل مباشر كمكان متعود من هنا يعرف انه حصل في تغير في الموقع طبعا بهذه الطريقة نجد انه عدد كبير جدا من النحل لن يغادر هذه الخلايا وانما سوف يتعوض على المكان الجديد والعدد اللي حيروح للمكان القديم يعني ممكن له تجاوز عشرة نحلات او عشرين نحلة علشان كده نقلنا النحل على دفعات بحيث النحل اللي يرجع للموقع الاساسي ما يلاقي خليته لكن حيلاقي خلية اخرى موجودة هناك فيدخل فيها طبالتالي احنا ما خصرنا ولا نحلة واحدة خلال نقل حوالي اتنى عشر خلية الى الان واللي حنشوفها على كرسي واحد كل ما يجبنا دفعة جديدة نغطيها لمدة ثلاثة ايام بعد ثلاثة ايام نفتح الغطاء الخارج المحدود عليها ويستمر الوضع بشكل مبتاد الان وصلنا للموقع الجديد زي ما احنا شايفين هنبدأ بنقل هذه الخلايا طبعا هذه الخلايا نقلت على ثلاثة دفعات هذه الان الخلية هنضعها في الموقع الجديد بهذا الشكل وبعد ذلك سوف نأتي بغطاء اضافي ويوضع امام هذا الغطاء يبقى لمدة ثلاثة ايام حتى يتعود النحل على الموقع الجديد ايضا سوف نأتي بالخلية الثانية ونضعها بنفس الطريقة طبعا هذا الدفعة الرابعة او الثالثة من الخلايا التي وضعت ودائما النقل يكون في الليل وايضا هذا الغطاء مهم جدا سيترك هذا الغطاء ثلاثة ايام بعد ثلاثة ايام سوف يفتح عنه وبكذا نكون نقلنا النحل داخل المنحة لمسافة السبعين الى ثمانين متر ولا يمكن يفقد ولا نحلة واحدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته